اكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على همية الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والاقبال على التطعيم لما يشاكله من حماية للجميع من خلال زيادة تكوين الاجسام المضادة لرفع المناعة اهمية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا في مواجهة الجائحة والتخفيف من مضاعفات الاصابات وخفض رقعة الانتشار حيث لا يحمي التطعيم من الاصابة ولكنه يخفف تداعياتها وعودة الى يوم الجمعة المنصرم اتضح ان 87% هي نسبة غير المتطاعمين من 1706 حالات قائمة تم تسجيلها في ذات اليوم في حين وصلت نسبة غير المتطاعمين لمن هم في العناية القصوى الى 94% من مجموع 119 حالة قائمة ترقل على اسرة العناية القصوى كما تم تسجيل اربع حالات وفاة في ذات اليوم لاشخاص لم يتلقوا التطعيم وعلى ادلة هذا اليوم الذي سجلت فيه المملكة على حصيلة يومية للحالات القائمة تتضح هو بحسب الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا خطورة عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتي يندرج التطعيم المضاد لفيروس كورونا تحتها فالتطعيم يسهم في خفض الانتشار ويحمي في حال الاصابة بالفيروس من الاعراض الشديدة ودخول العناية القصوى ولذلك يدعو الفريق الوطني الجميع للمساهمة في المجهود الوطني والاقبال على التطعيم عبر التسديل في الموقع الاكتروني التابع لوزارة الصحة او تطبيق مجتمع واعي